اشتركوا في القناة احنا عشنا فيه من يوم الاثنين اللي فات لحد النهاردة الكنيسة بتدي له اسم اسمه حد او اسبوع الملكوت او اسبوع الكنوز لان الكنز بتاعنا هو الملكوت اللي بننتظره واللي احنا بنسعى وراه في حياتنا هنا على الارض فالكنيسة بتحطنا في اول اسبوع الهدف من هذه الرحلة احنا دخلين في رحلة زي ما بنقول الترتيلة الجميلة بتاعت رحلة جميلة ويا يسوع احنا في هذه الرحلة هنكون فيها مع ربنا ولكن كل رحلة هنبتدي نتحرك فيها لازم يكون الهدف بتاعها واضح فالكنيسة بتقول لنا كده ان الهدف من هذه الرحلة هو الملكوت هو الملكوت عشان كده في اخر الانجيل اللي احنا سمعناه دلوقتي ربنا بيقول لنا كده اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم كنيسة جميلة بتحط لنا كده الهدف قدام عينينا علشان نبقى عارفين احنا رايحين على فين وبنسعى وراء ايه ايه اللي احنا بنجي لوراه ساعات كتير ناس تسأل وتقول كده انا مش عارف انا عايش هنا ليه انا ايه رسالتي انا ايه دوري ويبقى احساس كده شوية بصغر النفس او الضيق لكن الاجابة واضحة جدا من الكتاب المقدس من كلام ربنا بيقول كده اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم هو ده الهدف هو ده الهدف من حياتنا هنا على الارض وهو الوصول الى الملكوت لشان كده الكنيسة حطلنا الهدف ده في بداية الصوم علشان نبقى عارفين احنا رايحين على فين والهدف بتاعنا ايه وبعد كده هنشوف الوسائل اللي نوصل بيها لهذا الهدف يبقى نمرة واحد الهدف هو الملكوت ربنا بيقول لنا كده ان الملكوت ده بقى هدف لا يضيع لا يفسد لا يبله هدف حقيقي مش صراب احنا مش بنجري ورا صراب فحياتنا هنا على الارض واحنا رايحين على الملكوت لا احنا رايحين على هدف واضح وهذا الهدف لا يضيع فيه اهداف كتير جدا ممكن الناس تبقى عايشة من اجله وربنا ذكرها في هذا الكلام اللي احنا في انجيل اللي احنا قرناه دلوقتي الاهداف دي كلها تضيع وتبلأ وتفسد هو قال كده ويصرق الصارقون ويأكلها الصدق كلها حاجات كده كنحط ساعات همنا فيها لكن الحقيقة بتبقى هي دي خسارة وبنضيع فيها وقت كتير جدا وواضح زي ما حضراتكم شايفين العالم قد ايه متقلب ولما العالم بيضطرب بس اضطراب في اي مكان ده بيأثر على كل العالم وتلاقوا الكنوز اللي ممكن الناس قاعدة تتحوش فيها كتير اصبحت بلا قيمة في لحظات وفي ايام قليلة جدا تتحول الى حاجات بلا قيمة ومش عارفين يتصرفوا فيها ازاي ويكتشفوا انهم ضيعوا وقت كتير من اجل حاجات ممكن تكون في الاخر هي تراب لكن الملكوت لا يضيع ولا يفسد ولا يبلغ هو ده الهدف اللي الكنيسة بتحطه لنا طب ايه هو الملكوت الملكوت بيقول عنه كده في سفر الرؤية هوذا مسكن الله مع الناس هوذا مسكن الله مع الناس وهو يكون لهم إلها وهم يكونون له شعبا هو ده الملكوت ملكوت ان احنا نكون مع ربنا في السماء والملكوت ده مش بس في السماء ده ربنا قال لنا كده ها ملكوت الله داخلكم جوانا جوانا البزرة بتاعت الملكوت لو عايز ادور على الملكوت وانا هنا على الارض موجود موجود جوه قلب كل واحد فينا من ساعة ما اخدنا المعمودية وسر الميرون اصبح بقى الملكوت موجود جوه كل واحد فينا موجود عشان نبحث عنه وندخل الى قلوبنا عشان كده ربنا بيقول كده حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك هو ده الملكوت الملكوت اللي هو الكنز اللي موجود جوه قلب كل واحد فينا فيبقى اذا في كل مكان انا موجود فيه انا في الكنيسة ده صورة حلوة للملكوت انا في بيتي في مخداعي ده صورة حلوة للملكوت انا والمسيح في قلبي وصوت ربنا موجود في قلبي كلمته موجودة في قلبي وانا ماشي في كل مكان في العالم هو ده الملكوت اللي موجود فيه عشان كده احنا لما نقف نصلي ونخرج في ده فرحانين من الصلاة هو ده الاحساس بتاع الملكوت احساس مفيش كنوز في العالم تقدر تشتريه لكن وقفة قدام ربنا بخشوع وبخضوع تقف قدام ربنا واتكلم معا من كل قلبي هو ده الملكوت دي الطريقة اللي اقدر بها اقتني هذا الملكوت اللي ربنا بيقول لي عليه كده هو ان ده هدف لا يبلغ ولا يفسد يبقى يستاهل بقى يستاهل ان انا اسعى من اجله واتعب من اجله هذا الهدف هو ده الاستثمار الحقيقي يبقى هي ده النقطة التانية النقطة الاولانية كانت الملكوت هدف لا يضيع نمرة اتنين الملكوت اسعى اليه بكل قلبي اسعى اليه بكل قلبي عشان كده ربنا قال حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك قلبي فين قلبي مهتم بايه ربنا بيقول لنا كده خلي الملكوت هو الاهتمام بتاع قلبك ساعات كده في شغل يبقى فيه اتنين موظفين موظف شغال في الشغل ده موظف بيقدي دوره بيقدي اللي عليه طبعا مش هنتكلم عن موظف كمان كاسلان لكن لا احنا هنتكلم عن اتنين في الشغل بيقوموا بدورهم لكن واحد بيقوم بدوره لانه موظف بيعمل اللي عليه لكن في واحد تاني يشتغل بقلبه يشتغل بقلبه وده اللي يحبوه في الشغل اللي شغال بقلبه من أجل الشغل اللي هو فيه خايف عليه ودايما بيشتغل باجتهاد وبزيادة وبيتعب أكتر ويدور إزاي ابتكر في الشغل ده هو ده بقى القلب اللي احنا عايزينه من أجل الملكوت مش من أجل شغل العالم بس لا من أجل الملكوت أشتغل من أجل الملكوت بقلبي أتعب فيه من أجل الوصول للملكوت من كل قلبي عشان كده كل تعب من أجل الملكوت محسوب ومعروف ربنا شايفه ربنا قال كده للملايكة بتوع أو الأصخفة بتوعصف الرؤية كان يقول لهم كده أنا عارف أعمالك أنا عارف تعبك أنا عارف صبرك أنا عارف خدمتك أنا عارف أنت بتعمل إيده كله كل تعب من أجل الملكوت ربنا شايفه ومخزنه عنده لأنه ده ما يدعش دي حاجة ما تدعش فمرة من المرات أحد الرهبان كبر في السن وكان متوحد في الصحرة ولكن كان ينزل كل أسبوع الرهبان المتوحدين متعودين كده أن هم ينزلوا كل أسبوع يوم السبت يحضروا العشية في الدير ويصلوا مع الأباء الرهبان التسبحة ويحضروا الأداس والأغابي وبعد كده ياخد احتياجاته ويرجع بها تاني على الألاية بتاعته أو المغارة بتاعته اللي قاعد فيها في الصحرة فالرجل ده كبر في السن والمشوار أصبح بعيد عليه فقال كده أنا أحاول أقرب الألاية بتاعتي شوية أخليها تقرب من الدير عشان المشوار بقى صعب وفعلا قرر وحدد المكان وفي يوم السبت اللي هو نزل فيه وخلاص بعد كده تاني يوم الحد راجع بقى على الألاية بتاعته وهو ماشي في الصحرة ورايح على المغارة لقى حد وراه بيعد واحد اتنين تلاتة اربعة وهكذا فبص وراه كده هو تقال إيه اللي بيحصل ده فيه إيه قال لقى ده ملاك ماشي وراه فقال له أنت بتعد إيه قال له أنا بعد الخطوات اللي انت بتتعب من أجله التعب بتاعك ده اللي انت بتتعب علشان تروح وتقعد فيه مع ربنا وتتمتع به وانت قاعد في الصحرة في المغارة ده محسوب عند ربنا فالراهب راجع نفسه كده وقال إيه بقى أنا كنت عايز أقرب القلاية بتاعتي لا ده أنا كمان أروحي للقلاية بتاعتي ويمكن كمان أحاول أبعد كمان أكتر علشان التعب بتاعي ده محسوب قدام ربنا وقفت الصلاة بتاعتي وانا جا راجع وانا راجع كل يوم بالليل حتى لو مجهد وقفت أصلي قدام ربنا هذا التعب قمته عظيمة جدا قدام ربنا يمكن قمته تبقى أعلى بكتير من قيمة صلاة لحد قاعد مريح ويقوم يصلي كده وقت ما هو عايز لكن الإنسان اللي حريص بتعب واجتهاد انه هو يقف يصلي انه يقرأ كتابه المقدس انه يصح بدل عشان يروح قداس هذا التعب محسوب أمام الله ومعروف أمام الله والملكوت يستاهل يستاهل ان أنا أتعب من أجله وده اللي ربنا بيوصله لنا النهاردة يبقى الملكوت هدف لا يضيع ملكوت هدف يستاهل ان أنا أسعى إليه بكل قلبي وحيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا وفي كل التعب ده ربنا بيقول لنا كده حاجة حلوة علشان ما نحسش نحن تعبانين وخلاص لوحدنا لا ده ربنا يعزينا كده بكلامه الحل ويقول لنا كده لا تخف أيها القطيع الصغير فإن أباكم قد صر أن يعطيكم الملكوت قد صر أن يعطيكم الملكوت يبقى ربنا واقف معايا سندني واقف جنبي في تعبي وفي جهادي أنا أتعب بقيمة صغيرة جدا قيمتها واحد ربنا يحط نعمة أصادها بقيمة مية وقيمة ألف يحط قدامها كتير زي ما مثلا أب يقول لابنه كده عايز يعلمه أنه هو يحوش فيقول له بص بقى أنا هفتح لك حساب في البنك والحساب ده أنت أنت كل جنيه هتحطه فيه أنا هحط لك أصاده عشر جنيه كل جنيه هتحط فيه أنا هحط أصاده إيه عشر جنيه وإحنا كل تعب صغير إحنا بنتعبه من أجل الملكوت ربنا بيدينا مكافأة عليه أكبر بكتير لا تقدر ولا ندركها إحنا بنقتني الملكوت بأثمان صغيرة جدا ملكوت المجد العظيم اللي إحنا ربنا بيعده لنا إحنا بنقتنيه بثمن صغير جدا نقتنيه بصوم مقدس إحنا بنصوم من أجل ربنا زي ما إحنا بنصوم دلوقتي صوم فيه تعب للجسد وفيه ضبط للحواس وفيه جهاد مع ربنا في صلوات وإريات ده من أجل ربنا كل ده قدام ربنا محسوب وربنا يعطينا وصاد التعب الزغير اللي إحنا بنتعبه دوت يعطينا بركة كبيرة ونصر على الشيطان وهذا الملكوت يكون موجود جوا كل واحد فينا إحساس لا يعوض وما فيش أي كنز في الدنيا دي يعرف يجيب هذا الملكوت والسلام اللي يعطيه الملكوت اللي موجود في قلبي يبقى نمرة واحد الملكوت هدف لا يضيع نمرة اثنين الملكوت أسعى إليه بكل قلبي نمرة ثلاثة أبعد أن عن أي معطلات تعطلني عن الملكوت ده أبعد عن معطلات حوالينا حاجات كتيرة بتشوشر علينا ربنا قال لنا كده هو لا تهتموا بقى لا تهتموا باللباس وبالأكل وبالشرب والمال لا يقدر أحد أن يخدم سيدين إما أن يعبد الواحد ويحتقر الآخر يبقى إذن ربنا بيقول لنا كده ما تتشغلش بحاجة عن الملكوت ما تخليش حاجة تشوشر على الملكوت ساعات كتير الشيطان يشغلنا بشهوات وماديات كلها في الآخر تراب ويشغلنا عن الكنز الحقيقي الملكوت اللي احنا مفروض بيكون نسعى ليه من كل قلبنا عشان كده ربنا برضو في النص بتاع الإنجيل قال إيه قال سراج الجسد هو العين فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا العين هي اللي شايفة الهدف اللي هو الملكوت فبيقول لنا ربنا كده خلي عينك بسيطة خلي عينك بسيطة وهي بصة على الحاجات الماديات اللي في الأرض بصّلها ببساطة ما تبصّلهاش وتتعلق بيها خلي الحاجات المادية دي طراب أنت ما تكونش مشغول بيه أمّا لإيه اللي يكون شغلني الملكوت يبقى ما تعطلش ما تعطلش بالحاجات اللي بتعطلني هنا على الأرض والفترة بتاعت الصوم دي فترة حلوة إن احنا نعيش فيها الجودة إن أنا أنسى فيها الأكل شوية عشان كده بالكنيسة تعلمنا إنه لازم يكون عندي حتة صوم انقطاعي كل واحد حسب تدبيره إنه هيبقى أنسى شوية الأكل أنسى شوية الشرب ما اهتمش باللبس والمظهر الخارجي اللي في الصيام ما اهتمش بدا اهتم بقلبي ونقاوة قلبي حاجات اللي بتشوشر علينا والحاجات اللي بتعمل لنا ديستربنس كده هوت في علاقتنا مع ربنا بيبقى لازم عشان أقتني بقى النقاوة بتاعت القلب دي اللي هي تخليني أشوف ربنا والهدف يكون واضح قدامي لازم أكون في هذا الصوم بقدم توبة عشان كده تلاقوا ألحان الكنيسة ومشي مع هذا الجو أولا تلاقوا دايما احنا لسه قايلين لحنة دلوقتي اي ارنوفي اي ارنوفي وقلنا فيه جيب نيوت تخني في قوة يعني يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك والهدف أهو بتقوله لنا الكنيسة ليأتي ملكوتك ليأتي ملكوتك ربنا حطلنا هذا الهدف علشان نسعى ليه والنسعى ليه بكل لبنا يبقى أنه يبقى الهدف واضح قدامنا هدف لا يضيع نمرة اثنين أسعى ليه بكل قلبي نمرة ثلاثة أبعد عن أي معطلات تعطلني عن الهدف ده والصيام ده فرصة أن أنا أكرس فيه وقت أبعد فيه شوية عن الموبايل الأبعد فيه عن حاجات بتعطلني عن ربنا وأشبع وتمتع بالقعدة مع ربنا والمنهج الروحي اللي الكنيسة حتى هنا في القريات أتشغل بيه بقى بالسماء وبالملكوت فهدف يكون واضح وامشي مع ربنا في الطريق بتاعه خطوة بخطوة لحد ما نوصل بنعمة ربنا إلى حد القيامة لإلهنا كل مكدو كرامة من الآن وإلى الأبد آمين